أرجع لأبونا أرمية أسألك يا أبونا عن نقطة كنت بسأل فيها فضيلة الإمام والدكتورة الأستاذة سميرة عن الثقافة الغربية يعني قدسك قلتلي أول ما عدت جنبه كنت أكيد حاسس فيه بروتوكول معين طريقة معينة في الكلام طريقة معينة في حتى عدل الهدوم البيئة الدينية الصرفة بتوجد للأسيس أو للشيخ سمت ما طريقة معينة فحضرتك قدسك قلتلي لقيته يعني شخص بسيط بيتعامل ببساطة إيه الإضافات اللي حسيت أنه تمازج الفكر الغربي مع الشرقي الفلسفة الغربية مع الفلسفة الشرقية البعض بيقارن ما بينه ما بين ابن رشد كفيلسوف كبير يعني فعكس على إيه دوت في لقاءتكم دايما الناس المثقفة تبان من الحوار من الكلام صحيح أولا من ضمن الحاجات اللي كان يتميز بيها أنه هو ينصد جيد جدا ما يقطعكش في الكلام غير الطريقة اللي هي العشوائية بتاعتنا أنه هي نمو نتنين بيتكلمه في بقء بعض لا دا سامع ولا دا فاهم لكن هو في الحقيقة مفيش مرة يقطع حد حتى لما يلاقي مثلا نتنين بيتكلم مع بعض يوقف الحديث يوقف الجلسة جماعة من فضلكم نسمع بعض حتى كلمة اتفضل يعني مش اتكلم طب نبتدي لا كلمة اتفضل فكان عنده دايما طريقة كده في أنه هو يعني ياخد الحديث وكان ياخد الحديث بالدور يعني يقول احنا نسمع بالدور عشان ندي فرصة أن احنا نسمع كل الأراء وكان يصغي جيدا زي ما بقول لحد دا كان يكتب مش مجرد بس يسمع وخلاص وهي جلسة وتعدي لا دا يكتب كان دقيق الملاحظة جدا لو لأ عبارة مش صح يصحح العبارة علشان الجلسة تبقى منضبطة يعني في الحقيقة أنا لما بيت أعود كده في القاعدة معايا بيقيت أتفرج على هو بيتعامل ازاي يتعامل بشياكة عنده نوع من احترام الآخر أدب جم تواضع غير عادي يسمع ما عندوش مشكلة لو حد قال له مثلا لا الموضوع دا مش صح وإحنا معترضين بتاعي يقول طب أسمع لو لأ ان الاعتراض في محله وجيه يقول لا نصلح الحتة دا يعني ما كانش عنده يمكن دكتور محمد الأمير احنا كنا فعلا لما بنعود مع بعض لأننا زميلت دكتور محمد أمير في فترة مع دكتور الحمد يزأذوق فكان عنده الحتة دي يعني لا طب نصلح دا لو في عبارة مثلا مش صح لا نشتب العبارة دا لا نكتبها كذا لما كان يقعد مثلا يبقى في حاجة يتشاور مع الأنبا أرمية وهم قاعدين طب لا خلاص لا احنا نصلح دا ففي الحقيقة هو يعني عنده الثقافة بتاعت دي تبقى بقى ثقافة الإنسان المتحضر لما تلاقيه يستمع جيدا يتكلم في وقت الكلام ما عندهش مانع ان هو يصلح حاجة غلط دي كلها طبعا بتدل على ثقافة الإنسان نعم طريقة الإقناع اه وطريقة الإقناع برضو اه وطريقة الإنسان